السلامة الله وبركاته. أهلا بكم تعالى من دينا العزاء. في هذا الفيديو سنرى واحد السلسية للتمارين خاصة بالدرس الذي سنسمبر. وبالضبط سنبدأ فقط بالدكشي المهم لأنه كان هناك علاقة رياضية. ما هو إلا تذكير الدكشي المقرطة في الثالثة إعدادة ولكن ما فيها بس إن شاء الله سنقوم بالتدرجة. والذي لا أفهم شيئا تخليلي في الكومنتر على أساس أن نصوب السلسية والتمارين والمهم أي حاجة التي قد تفيد التلميذ سنقوم بالدرجة. هنا هذا هو العنوان المينياتير. أول حاجة سكيل فوق وتونيغ يعني شيئا ضروري نعرفه في الدرس. نعرفه هذا السامبول. هذا السامبول ديال هقق دير بحالة شكل هذا. اسميته انكلو يعني ضيمنا. ضيمنا بالعربية. وهذا اسميته انيون. اتحاد. وهذا الأكس دياله مقلوب. اسميته الانتخسيكسيون يعني التخاطر. وبنسبة لهذا ينتامي. يعني ينتامي إلى. ولا ينتامي. نبقى تنزيده فقط واحد شرطة بحال مهققية. واخر. سوف ندوزل المجموعة. المجموعة التي تهمنا. ادنا في الجيدة المشترك. وحتى في السيزيام كانين خمسة ديال المجموعة. خمسة ديال المجموعة. وما مهم من. وخصونا نحاول الميزة وبينتهم. وضروري ضروري ضبطوا هذا الأمر. لأن في السيزيام إن شاء الله. يكون واحد درس ديال المنطيق. وفي هذه الدرس ديال المنطيق يعطيه غير هذا الشيء. يقول لك واش ناقش جوجيا نتميلا زاد. واشا يباره صحيح. ولا خطيات. ذلك المهمة تحتاجوا. هتحتاجوا بزافة الدرس هذا. وغادي نحاولون نبسطه ما أمكان. ونتمنى باش أنكم تفهموا هاتشي اللي غادي ندير في هذا الفيديو هذا. واخر بالنسبة للمجموعة. نبدأ بإن. إلا شفتوا كين المجموعة في الداخل. قدرت لكم هات الدوائر بمعنى أن ن ضمن زاد وزاد ضمن الد. والد ضمن كو. أو كو ضمن أغ. إذا أغ هي التي تتجمع كوشي من السبعة. ولا من تحضيري. حتى التانية باكالورية. ماشي التانية باكالورية. هي الفوقانية. لأن في السنة التانية باكالورية إن شاء الله. ستزاد واحدة لمجموعة أخرى سميتها. مجموعة الان. هي واحدة المجموعة اللي فيها. الادات من صفر. وفيها يعني واحد. جوج. ثلاثة. وانت مغادي. انت نحسبو عادي. يعني يعني ما خصص نش نذكر الفاصيلة هنا نهائيا. تنبدو من صفر. تنقول واحد. جوج. ثلاثة. أربعة. خمسة. نبقى نحسبو. ولكن ما ما يمكنش نقول خمسة فاصيلة أو لا ثلاثة فاصيلة. مهم ما كننش فاصيلة. هذه المجموعة إن. هذه سهلة. وكين واحد الرمز تنديرو إن إطوال. إطوال. يعني ما كينش صفر. صافي. إذا درنا إن إطوال. تنهني وبيعرها صفر ما كينش. يعني نبدو من واحد. جوج. ثلاثة. ونحسبو. بعد ما شفنا هذا المجموعة إن. اللي هي كينة في الداخل. منورها زد. قد نشوفو شنه هي زد. زد في الزنتي. اسمي تالي زنتي وغولاتيف. الزنتي وغولاتيف. طو سمبل مو. هاد المجموعة إن تناخدوها. وتنديرو له الصورة ديالها. يعني المماثلة ديالها في المحور الساليب. يعني هادي صفر. واحد. جوج. ثلاثة. أربعة. هنا غنبدو من ناقص واحد. ناقص جوج. ناقص ثلاثة. ناقص ربعة. تا هما ما فيهو مش الفاصيلة. ولكن فيها الأحدات الساليبه. وفيها الأعداد إذن هنا سأعطي المعلومات بعدها بالنسبة لزد إطوال بمعنى ما فيهاش صفر مثل إطوال ما كانش صفر تنحيده غير صفر ونلمين لو زيغو بالنسبة لإلا كانت زد إطوال بليس أولا بحال بحال يعني إذا رهتنحيده إلا قلنا بليس رهتنحيده الساليب ما كانش وبما أن إطوال هنا كينادونك رهنحيده أعداد الساليب وكذلك رهنحيده معهم صفر هذا هو المعنى دي إطوال بليس جمعة تعقله غير على إطوال تتعنينا ما كانش صفر ولدرنا بليس رهتنحين ما كانش موجاب ما كانش عفوان الساليب ما كانش ساليب منورة دي كيف منورة زد عفوان كيناد دي كيناد مجموعة دي واخر دي اسميتها لنومبر ديسيمال سابل دي نومبر ديسيمال لا يستمينام الديسيمال دي سابل مستمينام الديسيمال لنقتمون على شكل أة سابل ديسيمال سابل مزيون نقوم بالدنيسين نقوم بالدنيسي لدينا واحد فسيلى معجوش هذا واحد فسيلى معجوش هو هذا هو un نومبر ديسيمال لأنه يمكننا التصوير على الوصف ونقدرنا الوصف 12 إلى 10 وعلى 10 أو 11 إذا نحقق لنا الشرط من أسور 10 على بيسانسين لذلك هذا هو نمبر ديسيمال الرابعة كذلك الرقم 4 لعدد 4 نقدرنا الوصف 4 إلى 10 وصفر لماذا لدينا 10 وصفر هي 1 لذلك 4 رأي 4 إلى 1 لذلك هذا هو نمبر ديسيمال ولكن هناك تتنسيون إذا كان لدينا 1.3 3 3 3 المهم هو 1 إلى 3 أو 1 إلى 3 هذا العدد لا نستطيع أن نكتبه على هذا الشكل لماذا لأن لأن نكتبه على شكل واحد عدد 1.12 إلى 10 10 وصفر ولكن هذا لنعرف ما هو عدد الرقم لم يحدود الفصيلة وصفر لا نستطيع الذهاب لا نستطيع أن نكتبه على هذا الشكل إذا لا نستطيع أن نعرف كيف هي عدد ارقام لنضاء إلى 10 هنا لو كنصف 5 إلى 10 إلى 10 أو 11 نستطيع أن نصف أقرأ الرقم هذا المáveis لذلك نستطيع أن نصف أقرأ لم يكون هذا في الرقم منورة لنومبر ديسيمال تتجيه واحد المجموعة اسمه كو. هذه المجموعة كو يعني ما كينش فرق بزاف بينها وبين وبين دي. فقط هنا كينا اعداد لي ما عندهم فاصلة ما محدوداج فقط. اذا بالنسبة لهذا الديسيمال تناخد ما تناخدوش العدد لي إن دون فاصلة غير محدودة يعني ما يتنذيروا قسمة لهم و تكونوا اعداد غير محدودة مثلا نخدوش في الديسيمال ولكن بنسبة للمجموعة كو تتاكد اللي لاندان فاصلة محدودة اللي لاندان فاصلة غير محدودة المفهوم هو أنك كفي النناس نزيده على المجموعة للديسيمال نزيده عليه حيث هذا الرقم مثلا واحدة فاصلة ثلاثة ثلاثة فاصلة غير ولكن هذه المجموعة تتقبل هذه الأرقام اللي عندهم فاصيلة غير محدودة بقاتلنا في النهاية المجموعة ذي الـ R المجموعة ذي الـ R ما فيهاش مشكيل تتجمع لنا كامل هذا الشيء ونتمنى تكونوا فهمتوا شنو غير هو الفرق بين هات Q و R يعني بشيك تمييزه هو أنه في R زيدة بين الجيد المربع بالنسبة لـ Q ما فيهاش الجيد المربع ولكن بالنسبة للمجموعة اغرافية دي نومبر غاسيونان راته هما كانين في هذه المجموعة كخلاصة المجموعة N ما فيهاش فاصيلة وفيها أعداد موجابة فقط مجموعة Z ما فيهاش فاصيلة وفيها الأعداد السليبة والموجابة مجموعة D فايت هاد المجموعة Z فايتها بالفاصيلة مجموعة D فايتها زاد بالفاصيلة لانك غادي غادي تزاد الفاصيلة من اللي غا مشيون لنا غا تزاد دنا الفاصيلة كو المجموعة Q فايتها المجموعة D بأن هاتي فيها الفاصيلة يعني لما كانش عددا دو فاصيلة محدودة راها راها ما تيكونش في المجموعة D وفرق بين هاتي و هاتي تزاد الدنا الفاصيلة وفرق بين هاتي و هاتي تزاد الدنا الفاصيلة جدور مربع جدور مربع دي الأعداد اللي مجي غا سين بار فيه واخر نمشو دابا نشوف التمرين كمبلتي بار أبارتين و نبارتين بار واحدة لثلاثة المجموعة المهم غادي تقرؤوا هاتي شي هذا مشيو السؤال الأول 1 sur 3 و 2 تميل الكو و لا لا واخر نسبة الان سيخ تخواره هو صف الفاصيلة ثلاثة 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 و بالنسبة لمجموعة Q راقلنا تتقبل حتى الآدد اللي عندهم فاصيلة غير محدودة هذا راتين تميل الكو 1.3 و ينتمي إلى D من طابعة الحال 1.3 هو صف الفاصيلة ثلاثة 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 و فاصيلة غير محدودة و أرقام غير محدودة وبالتالي فإنه لا ينتمي إلى D لأن الفرق بين هاتي و هاتي هاد المجموعة كي مع D أن هاتي تتقبل للي عندهم قسمة غير محدودة و هادو ما تيقبلوش قسمة غير محدودة هاد المجموعة ما تتقبلش إلى العدد لما كانش فاصلة يعني منور الفاصيلة ذاك العدد من ضبوط هاد هاد الرقم و هي تنتمي لكي من طابعة الحال ينتمي إله كي وللاش لان ما علمتно غرض يكفى أن الحالasonable يعني سواء خرجات مضبوطة أو في التعضل الحتبر ثم بالنسبة لل 4.375 6.375 و أخت True.375 سنكتبوها 4.335 6.3rab سوف تحقق الشروط لأنها تنتمي الى كو نسبة 1.4.5.5 على 6.5 على 6 من طبيع الحرق يحقق الشروط لأنها تنتمي الى كو حيث أننا نرى أنه يكفي أننا نكون العدد سواء في الفاصلة سواء ما فيش يتفنى أنه كو يرتجمع الأعداد التي لديهم قسمة مضبوطة وقسمة غير مضبوطة لذلك 5.6 مضبوطة وبالتالي فهو ينتمي الى كو ثم بنسبة الملحوظة واللخص كم تردد البل هنا يقلنا 1 إلى 3 ليوصل فاصلة 3 إلى 3 فاصلة غير قسمة غير مضبوطة المهم أننا قد قام بها في هذا الفيديو سوف نقول فاصلة غير مضبوطة إذا ما سوف نقصد القسمة غير مضبوطة قسمة غير مضبوطة لذلك هذا لا ينتمي للد لذلك هذا لا ينتمي للد لذلك لا ينتمي للد لذلك 0.333 وقسمة غير مضبوطة نستطيع أن نكتبه على شكل ثلاثة 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 مقسمة على 10 ألف 10 ألف هي 10 أساس 4 لذلك هذا نستطيع أن نكتبه على شكل أف وعلى دي سالة بيسونس إن نستطيع أن نقصد القسمة غير مضبوطة فقط لأن هذا المهم لما تكون فاصلة غير مضبوطة لذلك لا ينتمي للد لذلك لا ينتمي للد لذلك لا ينتمي للد ولذلك لا ينتمي للد لذلك لا ينتمي للد لذلك لا ينتمي للد وفي نسبة لغاصين 3 على 2 بالنسبة لك لذلك لا ينتمي للغاصين لذلك غاصين 3 على 2 وفي نسبة لغاصين 3 على 2 وهذا 6 فاصلة 8 مقسومة على 100 6 فاصلة 8 مقسومة على 100 لذلك نستطيع أن نضربها في 10 سوف نقصد 168 وإذا نضربها في 10 سوف نضربها في 10 لذلك سوف نقصد 1000 ينتمي للد بموضم 9 157 مقصد 10 المقسم من طبيعة الحال ماليppo اهد הר شخص ادرى الهد 6 فاصلة اجتماعي 3.14 اجتماعي 3.14 اجتماعي 6.14 اجتماعي 6.14 و اجتماعي 6.14 لا يوجد أي مشكلة لا يوجد شيئ لا يوجد شيئ لا يوجد شيئ بالنسبة لجوش 4.14 لا يوجد طبيعة الحال لأننا قلنات على المجموعة 0.16 1.15 اجتماعي 4.15 لا يوجد 0 و اجتماعي 5 نقص 3.15 لا يوجد مشكلة اي عدد على المجموعة اجتماعي 5 اجتماعي 5 لأنه 5.15 اجتماعي 5 اجتماعي 5 اجتماعي 5 لا يوجد لنحن نقص 1.3 وهناك الإعداد نحن نقص 1.3 إذا اخذتها لحسبة 1.4 مقسومة 1.3 مقسومة ومن طبيعة الحال لكان شي تساؤل او لا شي درس منفهم شو لا اي حاجة نحن رهنا الاشارة وسنجيب عليه قريبا ان شاء الله